اشتركوا في القناة كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة نسأل الله التوفيق والسداد وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغن حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة حياكم الله وابارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى إلى هنا تقريبا توقفنا ثم دنى النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل جبريل ثم دنى فتدلى من الذي تدلى؟ أجبنا إجابة سريعة هكذا في الحلقة الماضية فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل فكان قاب قوسيني أو أدنى أنا أقول أو حتى أسمع منك الإجابة فكان قاب قوسيني أو أدنى وفي وقت دنوه أوحى إلى عبده ما أوحى نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كما قلنا المرة الماضية هذه الآيات فعلا الله تبارك وتعالى منحها هالة من الإبهام دعني نقول من القدسية يفكر فيها العالمون ولا يستطعون إدراك كنهها بدليل حين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما لا يحيط به الوصف وما لا تحمله الكلمات وهذه ما مطلقة 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 مبهما تفيد التفخيم والتبهيم حين تحدث عن السدرة قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لا تستطعون أن تتعرفوا عليه يغشاها ما يغشاها من الأنوار يغشاها ما يغشاها من الملائكة يطوفون بها هذه أشياء تفوق العقل البشري لذلك الصورة في بدايتها خصوصا هي محاطة بهالة من القدسية التي لا يستطيع البشر أن يدركها جيد ما تفضلت به ما شاء الله عليك نذكر بما قرأت يعني هو عملية كيفية إيحاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلنقول الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه جميل صحيح؟ صحيح وقربها الله إلينا بأنواع من العبارات نكاد نفقهها فقال علمه شديد طبعا بعدما تفضلت الآيات الأولى التي رد على المشركين ما ظل صاحبكم وما غوى زكى الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية وأثبت أنه لا ينطق عن الهوى وأن الذي أتى به هو وحي نيوح خلاص هذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم الآن تزكية لجبليل لطريق الوحي تزكية لجبليل علمه شديد القوة لأن ناقل الرسالة يجب أن يتصب بصفات معينة معينة و هذا نقل أي شيء نقل وحيا من الله أنت تعرف لو أحد عجبني أحد المبسرين قال لو أحد نقل كلاما يعني معروف بأنه دعني أقول ضعيف الذهن يعني هذا الناقل الناقل أي إنسان يكون مثلا ضعيف الذهن مثل ما نقول إحنا بعربيتنا البسيطة دلويش هكذا غير ذكي و نقل كلاما عن كبير من كبراء القوم لا يليقه و هو فيه كلام خطير لا يليقه بهذا الكلام لا يليقه بعد ذلك أنت تقول والله لعل الرجل لم يفقه والله التقى هذا بالحاكم أو بالوزير و نقل ربما لم يفقه عنه لم ينقل الرسالة بفقه جيد عنه هذا هو المقصود لأن الأمر خطير وجل الأمر رسالة تأتي من السماوات فناقلها لابد أن تكون له قوة جسمية قوة عقلية حصافة في الرأي أمانة في النقل في النقل و هذا كان ديدن العرب سابقا نعم حينما كانوا يرسلون رسلهم نعم كانوا ينتقون هؤلاء الرسل حتى يمثلونهم لأنه يقال رسول فلان فبالتالي لا يتخذ رسولا إلا حينما يكون أهلا لأن يكون رسول بصفات خاصة و لذلك من حكم العرب أرسل حكيما و لا توصيه و لا توصيه أرسل حكيما هو يتصرف و لا توصيه افعل كذا و لا تفعل كذا من هذا الباب من هذا الباب من هنا كل الآيات في مطلع النجم تزكية للسند في علم الحديث فلان عن فلان عن فلان الإمام بخاري ماذا فعل يعني يسأل عن كل صغيرة و كبيرة فلان صحيح جالس فلان هل كان في عصره هل هو ثقة لا يعرف بالكذب لا يهم العنعنى والسلسلة الذهبية بارك الله و فيه هذه دراسة السند نحن في مطلع النجم في سند الوحي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى سمعه زكى بصره زكى لسانه لا ينطق عن الهوى زكى عقله ما ظل و ما غوى بعد ذلك انتقل الرسول الذي نقل الرسالة معلم يحسن التعليم علمه قوي شديد القوة ذو مر ذو حصافة في العقل فنقل وهو جبريل وله خلقة خاصة و رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين عند المحدثين جالسه هكذا عند المحدثين يقول أنت سمعت نعم نعم فلان جالس فلان واحد يقول والله فلان روى عن فلان من وين قد سمعت فلان أخبرني لا أخي هل هذا في سنده ثقة كما يقول لك محمد خالفز جالس فلان أحمد بن عمر في بيته عند المسجد و روى عنه هذا ثقة هنا قال و رآه بالأفق الأعلى و رأي العين أفتوا مارونه على ما يرى هذا تزكية للسند عجيبة و تزكية أو وصف لحالة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام حتى يعني حتى نطمئن ممتاز هذا هو للوثوق أنت قلت نطمئن الرازي قال للوثوق قال للوثوق بالمضمون أتى بكل هذه الملابسة وصلنا الآن إذن نأتي الآن إلى ما تفضلت بسؤاله حتى يتشكك المشاهد قال ثم دانا جبريل قولا واحدا فتدلى فتدلى و قلنا نحن في المرة الماضية التدلي هو الاسترسال من أعلى و الدليل أن العرب يستعملون التدلي مع الثمرات صحيح يكون الشيء معلقا من أعلى و يتدلى و قلنا عزق متدلي و عقود متدل و نحن حتى الكرم الكرم العنم العين بنها يقولون الدوالي التي تتدلى نعم هذه في لغة العرب و أدلى دلوة الذي يدلي دلوة ماذا يفعل يرميه لا يمسكه و يرسله إلى العنم يعني الأصل في مكان عال و يتدلى هذا هو المعنى إذن دانا فتدلى تدليه متسبب متفرع عن دنوه هكذا رحم الله بن القيم قال هذا التسبب دنى فتدلى فقارب فكان قاب قوسين أو أدنى في الشرح يعني قارب منه جدا جيد لماذا لم يوحي قريب جبريل ممن من محمد صلى الله عليه وسلم قارب منه جدا جيد لماذا لم يبقى جبريل في الأفق بعيدا عنه و قد يسمعه الله الرسالة لا لا كلما قرب شدة الوثوق بالعملية فلم يزغ و لم يهم و لم يظن إنما رآه رأي العين و كان أقرب شيء منه طيب ما قال أحد بأنه ثم دنى محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من ربه موجود هذا الرأي لكنه في الدرجة الثانية لأن كل الضمائر تعود على جبريل وهو الأولى و الله تعالى لم يذكر بهذه الطريقة حتى عندما ذكر نفسه جل جلاله حذف الفاعل و قال فأوحى إلى عبده ما أوحى أما كل الضمائر علمه شديد من هو شديد القوة جبريل ذو مرة جبريل لماذا أستاذ محمد ثم دنافة الآن نقول علمه عفوا واستوى وهو بالأفق الرحمن لا يستوي بالأفق الرحمن استوى على العرش الرحمن على العرش استوى أما جبريل استوى بالأفق الأحاديث الصحيحة في البغاري و مسلم الإمام مسلم الإمام أحمد في مسنده و هو والدارم كلهم أحاديث متواترة قل رأيت جبريل مرتين على هيئته رآه مستويا جالسا على كرسين بين السماء والأرض سد الأفق بجناحيه وله ستمائة جناح هذا الأفق المبين المبين و رآه الله تعالى رآه كما ذكر في الأفق الأعلى و عائشة تقول لقد قف شعري لما سمعت بعض الناس يقولون رأى ربه ثمت روايتان في تاريخ الإسلام رواية بن عباس معروفة و رضي الله عنه و رواية عائشة رواية بن عباس تقول ما تفضلت رأى محمد ربه جل جلاله رأاه بعيني قلبه بقلبه بفؤاده ما زاغ رأي البصيرة نعم بعضهم يقول بعينيه هذا رأيه الرأي الثاني وهو أقوى و أرجح رأى جبريل عليه السلام في الأرض عند غار حراء بعد منصرفه فناداه مناد فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال أنا جبريل و أنت رسول الله و رأاه و قد سد الأفق هذا الأولى و لقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في الأفق الأعلى في ليلة المعراج و هذا حديث عائشة و تقول لقد قف شعري ممن يقول كذا تعني يعني من يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه و حديث البخاري و مسلم أن أبى ذرن الغفاري قال رضي الله عنه قال يا رسول هل رأيت ربك ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال نور أن أرى و هذا يستفاد منه أنه لم يرى لم يرى لم يرى لا و لم يقل له لم أرى قال نور أن أرى يعني هو نفى و أنكر أن يرى يعني من غير المعقول أن تراه هو نور لا يستطيع البشر أن يرى و ستأتي أدلة أخرى منها دليل لقد رأى من آيات ربه الكبرى آخر شيء في خلاصة القصة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى لو رأى الله أيهما أعظم رأى الآيات أم رأى الله الله لا قالها وأثبتها قال لقد رأى الآيات ما هي الآيات الأفق الأعلى صدرة المنتهى عندها جنة المأوى رأى جبليل على حالته هذه الآيات العظيمة التي لا يستطيع الوصف أن يحيط بها بارك الله نحن في مقدمة سورة النجم تحدثنا عن الجناس الاشتقاقي صحيح وهو هنا تقريبا ثم دنى فكان أدنى ثم دنى وأدنى هذا من الجناس الاشتقاقي صحيح ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى نعم أو أدنى أو أقرب منه فتدلى جبريل تدليا يليق به لا نستطيع أن نصفه فقرب من محمد صلى الله عليه وسلم و اقترب منه اقترابا كمثل قوس قوسيني أو أدنى القوسين هو في الحقيقة قوس ووتر القوس مما يتكون الذي يرمى به من قوس ووتر ووتر فغلب القوس على الوتر كما نقول رأى الشمسين أو القمرين والعمارين والملوين العرب يغلبون الليل يعني يقولون والثقران يغلبون الجن على الإنس فمن باب التغليم غلب لفظ القوس على الوتر وإلا هو كان قاب قوسيني أو أدنى فمسافة قريبة جدا جدا عندها ماذا فعل جل جلاله أوحى إلى عبده ما أوحى حينما كان في هذه المسافة القريبة جدا بينه وبين جبريل هنا أوحى إلى عبدهما بارك الله بعضهم يقول أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني وجعائه علاء الله صبح على الله لكن لماذا الله دائما يوحي إلى أنبيائه وقربه ورفعه فوق إلى سدرة منتهد فأوحى الله إلى محمد نعم إلى محمد طيب أين الواسط في جبريل هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى مباشرة إلى محمد لماذا نقول جبريل هو الذي نقل القرآن سؤال رائع لدينا في صحيح البخار وفي غيره كيف يأتيه الوحي يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا وأحيانا يغطني غطا فيفصم عني وقد وعيت ما قال وحيانا يأتيه كإلهام هذا حينما كان منجما الوحي يأتي بطرق سبحانه وجبريل هو سفير الأنبياء وهو الذي وكله الله وقيضه لتبليغ رسالات الوحي إلى الأنبياء وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بأشكال متعددة أتاه بالشكل البشري حتى يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم جيد قد يأتي لماذا أراه نفسه مرتين على هيئته الأصلية لو أتاه دائما بالشكله البشري يقول جيد هذا الكلام أتى به بشر قد يأتي هنا وسواس لا هذا قال ألني حقيقتك فأراه حقيقته فسد الأفق إذن هذا حق بعد ذلك هنا من أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم صحيح الله يفعل ما يشاء ولكن الله خلق الخلق بسنن من السنن أن جعل الملائكة تفعل تنزل الأمطار تأتي بالرياح تهلك الأقوام صحيح وجعل ملكا مخصصا للوحي وهو أعقل الملائكة وأحفظهم وأكثرهم أمانا ومطعوى إلى غذالي فلما دنى وأسرى بعبده إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدرة منتهى من الذي عرج به؟ جبريل عليه السلام وأحدثت الله تغييرا في فيزيولوجية محمد صلى الله عليه وسلم هنا كرم الله محمد صلى الله عليه وسلم تكريما عظيما وأوحى إليه مباشرة كعب الأحبار يقول يعني اختص الله موسى بالتكليم بالتكليم واختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإراءة وبالخطاب المباشر أيضا متى عند سدرة المنجاة يعني كلمه كلمه مباشرة نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يلسل رسولا هي طرق الوحي وهنا تكريم عظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل على هيئته واطمأن ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى لماذا قلت أوحى الله كلمة عبده تدل على الله لا يوجد عبد لبشر ولا لملائكة والعبودية لله أعظم صفة طيب حينما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى فهنا تفريعية تفريعية عما سبق نعم عطفة تفريعية عما سبق فكان قاب قوسيني أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عند ذلك عند ذلك أوحى إلى عبده تفيد الترتيب والتعقب في الوصف والمشاهد فقط يقال ورد في الأحاليث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في ليلة المعراج حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يتضمن هذا الأمر فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا مما وردنا عن طريق السنن أنه في تلك اللحظة الكريمة القدسية العجيبة في حديث أوحى الله إليه ثلاثة أشياء ما أوحى من بينها يعني أنه بأرض عليه الصلاة الخمس وهي خمسون في الأجر خمس في الأداء وراجع موسى عليه السلام وموسى عليه السلام كان مشفقا على محمد قال لراجع ربك فإن قومك لا يستطيعون إلى غير ذلك وأوحى إليه خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بمعنزل إليه من ربه والمؤمن هذه آيات عظيمة جدا سبحان الله ما أحوج المسلمين أن يقرؤوها مع فاتحة الكتاب وأوحى إليه أنه من لم يشرك بالله غفر الله له المقحمات والمقحمات هي الكبائر التي تقحم صاحبها بالنار لا إله إلا الله هذه ثلاثة أشياء مما جاءت في الحديث الصحيح وما أوحى أشياء أخرى تفوق مستوان العقل لا يستطيع أحد أن يخمن فيها بقي أن أضيف أشياء أستاذ محمد هذه الكيفية التي قلتها قبل قليل والتي ذكرتها صورة النجم وتفضلت بذكرها لا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يتفرع في أن يصفها أكثر من هذا يعني أن يوغل في وصفها وأن يأتي بتفاصيل لم ترد أصلا لا في آي ولا في سنة بارك هذه مصدرها الوحيان قرآن كريم وسنة صحيحة إذا لم يأتنا صريح الوحي في مثل هذه الأم كيف أدنى كيف تدلى كيف كان قاب قوسيني أو أدنى ما حقيقة جبليل ما لونه ما شكله أشياء لا تنفعنا لا في تعبدنا ولا في التكاليف والله ذكرها إن لم يأتي وصفا قرآني أو قرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فالأولى أن نقف عندما وقفت عنده النصوص يعني الكيفية مجهولة نعم والسؤال عنها بدعة كما يقال مثل السؤال عن الاستواء الله مستوى على عرشه كما يليق بجلال وجهه هذا كلام أهل الحديث والسنة وما سكت عنه القرآن وما سكتت عنه السنة لا نسأل عنه نعم وليس من صميم التكاليف التي كلفنا بها طيب لكن لماذا يغل كثير من المفسرين حتى من المفسرين القدماء بذكر تفاصيل لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ويؤولون بعض المسائل هذا موجود كتب التفسير القرطبي ابن كثير مليئ بمثل هذه المسائل علماؤنا السابقون هم يعني كانوا يعلمون يعلمون كما قلت لك أن هذا السند صحيح وأن هذا السند فيه ضعف فيه تلبيس فلان يهم فلان لم يكن معروفا بالحفظ ينسى ينسى يهم أو يدلس الإمام الطبري كما قلت وابن كثير وغير قل أنا هذا الذي وصلني فرويته لكم وأنتم عليكم أن تميزوا أين العقل البشري اليوم المسلم الذي يميز بين الرجال ويحفظ يعني مثل ما فعل الشيخ الأرنؤوت مثل ما فعل الشيخ الألباني هذا تخصص دقيق لكن أيضا يؤخذ عليهم وهم بشر كان من المفترض أن بعض الأمور الموضوعة المكذوبة البيّن خطأها ألا تراف كتب التفسير لذلك مهمة أصحاب الشريعة اليوم وعلماء التفسير وعلماء التنقيح و التصحيح و التصحيح و التدقيق لنخرج للأمة و للعالم ما تطمئن إليه أنفسهم في تفسير القرآن الكريم واضح جدا ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أصل الألف و اللام عوض عن الهائل المحذوفة و هي من المعهود من المعهود تعود على المضاف إليه عوض ما قال ما كذب فؤاده ما رأى قال ما كذب الفؤاد الدليل ستأتي بعدك و ما زاغ البصار أي ما زاغ بصاره لا نستطيع أن نقول الجنسية لا تنطبق على العالم ليس الحديث عن كل فؤاد ليس كل فؤاد يتصف بهذه الصفة و كان موجودا في الأفق العلا لكن لما نقول و العصر إن الإنسان جنس الإنسان إذن هناك الألف و اللام الجنسية العهدية هذه عوض عن مضاف إليه بدقة يعني إذن ليست العهدية هي محودة في ذهن السامع ولكن يعبر عنها أنها عوض عن الهائل المحذوفة طيب قال ما كذب الفؤاد ما رأى فما الثانية اسم وصول في محل نصب مفعول صحيح؟ بارك الله ما رأى نعم ما كذب القلب و الفؤاد طبعا هو القلب و سمي الفؤاد فؤادا لتفؤده و توقده و اشتعال الذكاء هذا يعني و القلب لتقلبه هو يسمى القلب و الفؤاد يعني عدة اسماء ما كذب الفؤاد ما رأى البصر بمعنى لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر لما نقول ما كذب الفؤاد ما رأى البصر أصلها لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر لماذا؟ لأنه رآه بالأفق المبين رآه بالأرض بعيدا عنه لماذا رآه بعيدا عنه؟ حتى يثبت تخيل بأول مرة لو رأى جبريل عليه السلام وقد قرب منه قربه في الأفق العلى صعب جدا هو رأاه في الأفق وعاد زملوني دثروني خائفا قالت لا تخف والله لا يخزيك الله أبدا خديجة فلما رأى تلك الصورة التي لا تنمحي من ذهنه ووجدانه هنا لما رأاه المرة الثانية قال ما كذب الفؤاد ما رأى رأاه حقا ورأاه هنا حقا فالرؤيتان صحيحتان هذا التفسير العام وهذا الذي يقوله العلماء قراءة هشام عن ابن عامر ويعقوب يقول ما كذب الفؤاد ما رأى بالتضعيف وهو نفس المعنى ما كذب فؤاده ما رأى من جبريل على هيئته الحقيقة لكن فيها مبالغة أكثر فيها مبالغة أكثر رواية هشام عن ابن عامر طيب ما كذب الفؤاد ما رأى الذي رأى نعم أفت مارونه على ما يرى بالله عليكم أفت مارونه المراء كما قلت المرة الماضية من ماريت مارى الناقة يعني مسح ضرعها ماريت الناقة مسحت ضرعها لتدر اللبن أكثر هذا أصل المراء ولذلك عندما يماريه يجدله آه يحاول أن يقنعه وأن يأتي من كل جهة مثل الذي يحاول مع الناقة حتى يأتي يستخرص منه المعنى الذي يريد يقول يماريه ويجادله ليوصله إلى ما يريد هنا أفت مارونه أتجادلونه لتقنعوه هذا المعنى أتلاحونه لتجادلوه لتحاججوه على ما يرى هذا المعنى الأول جيد أفت مارونه الهمزة استفهامية إنكاري استفهام إنكاري جيد الفاء عاطفة على فعل محذوف أتكذبونه فتمارونه على ما يرى هذا المعنى يعني لا بد من تقدير فعل يستقيم مع السياح يستقيم المعنى العمل الآية أفتكذبونه فتمارونه على الفعل مار يتعدى بعلا أم في فلا تمار فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء الفعل مار يمار في أنا ماريتك في أمر وأنت تماريني وتجادلني في أمر صح صحيح هذه اللغة العربية فلا تمار فيهم إلا مراء أحيانا بالباء تماروا بالنذر الأولى نعم تماروا بالنذر أي في النذر والباء تفيد فيه فيه صحيح لما نقول والمستغفرين بالأسحار في الأسحار جميل هي نائبة عن فيه وهكذا حروف التعدية في العربية عجيبة إذن أفتمارونه على ما يرى على ما يرى على عداها بعلا إذن ضمنها فعل التغليب أفتمارونه فتغلبونه على ما يرى بالله عليك فعل العلا تفيد أنه تغالبونه وتغلبونه على ما يرى جيد الآن عندنا شيئان الفاء في البداية تدل على فعل المحذوب صحيح وعلا تدل على فعل المحذوب تضمين نقدر الآن فنقول أتكذبونه فتمارونه فتغلبونه على ما يرى بالله عليك هل هناك إجاز الفاء دلت على فعل وعلا دلت على الفعل واستقام المعنى أتكذبونه فتمارونه فتغلبونه على ما يرى عيب عليكم يعني أن توصل هذا الرسول إلى كل هذه الحالة سبحان الله وهذا هذا الكلام يفهمه العربي هكذا نعم ويفهم المحذوفات ويضعها في مكانها الصحيح نعم بارك الله فيك لذلك لما قال ما زاغ عفوا ما كذب الفؤاد ما رأى يعني كما نقول نحن بالله عليكم أفتمارونه المرأة سيد محمد ونت أستاذ ما شاء الله ماجستير ودكتور المرأة فيما يكون الجدال جدال في الكلام في أمور مرئية عقلية عقلية الحقلية هذا هو القانون في الفلسفة في المنطق لأن الذي يورى خلاص متفق عليه أيها هذا هو هو المفروض أنت تجادلني في تصور ذهني في أمر محاججة عقلية أما أن تجادلني في أمر مرئي غير معقول هذا الكلام هو أقول أوصل بكم العناد والإصرار أن تماروه وتجادلوه لتغلبوه في شيء يراه بعينيه يا سبحان الله في شيء يفترض أن يتفق عليه المحسوسات لا يجادل فيها هكذا يقول الإلماء في المنطقة المحسوسات لا يمارى فيها هم للأسف لكبرهم ولشدتهم يجادلون على شيء رأاه بعينيه رأي العين و لكي نثق نحن بأنه رأاه فعلا جاءت كل الأوصاف السابقة فأتجادلونه و تمارونه لتغلبوه على ما يرى من جبليل من صدرة المنته من كذا و من كذا واصل عفوا هل هذا تعريض في مسألة الإسراء و المعراج أو بشكل عام عن نبوته صلى الله عليه وسلم طبعا هو صادق في كل ما أخبر به لكن هنا جزاق الله و خير اللي ذكرني و إلا طبعا هنا في الإسراء و المعراج بالدرجة الأولى في المعراج لأن آية الإسراء سبحانه لدي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واضحة صريحة هنا آية المعراج و للأسف نفتح قوسين يؤسفنا أن نسمع كثيرا من الدعاة من المفكرين الذين يحذفون أو ينكرون المعراج يقولون أنه هي أحلام أو شيء عرج به بروحه فقط و رأها في الرؤية هذا كلام غلط أحاديث متواترة صحيحة قرآن و لقد رأاه بالأفق الأعلى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أنت إذا كنت تكذب أنت لا تحترم عقلك لأن القرآن دقيق في كل ما يخبر به و عين أخبرك الجنين يولد من سلالة من تين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة صدق هنا و لا يصدق هنا القرآن كل قضاياه عقلية منطقية إذا لم نستطع تفسيرها علينا أن نؤمن بها و حينما يروي الراوي قصة أو رواية معينة فيذكر تفاصيلها الدقيقة حتى يطمئن السامع بأنني ما أقوله صدق و واقع ففي تفاصيل دقيقة جدا يذكرها القرآن الكريم هنا حتى يثبت أن هذا المعراج وقع حقا حقا و لو كان نوما أستاذ محمد ما كانت كل هذه المشكلة التي تقع صحيح أنت يومين أنا يومين أرى رؤية أنك ذهبت و أنك أين الإعجاز في هذا الأمر لا يوجد إعجاز و كل البشر الله يفتح له ابن وافد من الرؤى الصادقة و بالتالي ذهب بروحه الكل يذهب بروحه و يطب في العالم صحيح أما هو ذهب و رأى رأي العين و لذلك عندما أسرى به جل جلاله أسرى برسوله من مكة إلى البيت المقتس نعم و أخبر بأنه ذهب ثم عرج به ثم عاد قال أتصدقه يا أبا بكر على أنه أتى بيت المقتس قال وأصدقه بأبعد من ذلك بخبار السماء قال جيد أين إيبلنا و أين قوافلنا فوصفها لهم بدقة و ستأتي في اليوم الفلاني و أتت في اليوم الفلاني ها هي الشمس قد طلعت و ها هي القافلة قد أقبل قال صف لنا البيت لم يذهب إليه فكشفه الله و و وصفه بدقة سؤال متروح أفيصدق في وصفه هذه الصفات ولا يصدق هنا في وصفه أشياء في الأفق العلى لذلك في الآيتين في الإسراء و المعراج قال الله تعالى أقرأني آية الإسراء من فضلك سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اذكر لنريه من آياتنا هذه في الإسراء هنا في المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى هنا رأى آيات كبرى وهنا رأى آيات كبرى لكن في المعراج أكبر و رأاه في المسجد الأقصى و جمع له الأنبياء و رأى القوافل و لكن الذي رأاه في الأفق على شيء عظيم ما رأى لذلك لقد رأى من آياته الكبرى غير في الإسراء و الذي يكذب هو عناد طيب قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يراه و لقد رأاه نزلة أخرى و الحال هذه هو الحالية الأفضل و الأرجح كيف تمارونه على ما يراه حتى كما قلت أنت في الدنيا في غار حراب عند السور في الأفق المبين بل و لقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المندهى و لقد رأاه نزلة أخرى تؤكد الرؤية الأولى في الأرض التي رأاه عند الأفق المبين هذا واحد سيد الحمد و الدليل على ذلك علم مقارنات الصور الذي مرارا نفتح به أبوابا للتأمل في صور القرآن و أين وردت و لقد رأاه بالأفق المبين في صورة التكوير لفت و كورت و ذهب ضوءها ضياؤها ضياؤها هذا ما يقوله العلم بالله عليك و الله علماؤنا من يستهزئ الإمام البغاوي و القرطبي قبل عشرة كورون قالوا ذهب ضوءها و الشمس نجم و إذا انتهت مادة الهيدروجين و الاندماج النووي يذهب ضوءه و ينكمش و ينسحق و يصبح ثقبا أسود و يهوي و النجم إذا هوى بارك الله فيك يعني قرآن يفسره علماؤنا و فق اللغة يأتي العلم الحديث يؤكد هذه الكلمات جيد إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها إذا النجوم انكذرت أي أظلمت و تساقطت و تهاوت في هذه الصورة قالوا النجم إذا هوى ركز معي لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة النجم ما ظل صاحبكم و ما غوا صحيح صحيح في صورة التكوير و ما صاحبكم بمجنون هذه تقابل هذه ما ظل و ما غوا ردا على صورة الطور قالوا كاهن قالوا كذا هنا قال ما عفوا أن ما قلت و ما صاحبكم بمجنون هنا صاحبكم هنا صاحبكم أنت معي في صورة النجم إن هو إلا وحي يوحى قرآن ليس خيالا ولا وهما إن هو إلا وحي يوحى فالتكوير إن هو إلا ذكر للعالم إن هو إلا ذكر للعالم في صورة التكوير و لقد رآه بالأفق المبين مرة الأولى حينما رأى جبريل في صورة النجم و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى هذا التوافق بين الصورتين يؤدي بنا إلى أن نفهم و النجم إلى هوا كما فسناه في الأول الآية إذا غاب عن الأنظار هذا تفسير صحيح و لكن الغياب الحقيقي كما يقول المفسرون لأصحاب الفلك و هذه الرسالة لو تذكر بعثها أحد الدكات لو يسمى دكتور عزة العوة بعث لنا نعم نعم جزاه الله خيرا بعث لنا الرسالة الحقيقة الرسالة طويلة جدا بالفعل فيها و أنا ذهبت إليها و فعلا مقال رائع و يصدق كل هذا الكلام فالنجم إذا هوا إذا انتهت انتهت قدرته الهيدروجينية في التفاعل النووي بعد ذلك ينكمش ينكمش و هو ما يعبر عنه العلماء بانسحاق النجوم و تصبح ثقوبا سوداء تلتهم كل شيء هو نفسه إذا هوا المعبر عنه في التكوير فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس سبحانه ما معنى الخندس العرب قديم خانس بمعنى اختفى و خانس بمعنى جذب لغة أستاذ محمد شيء عجيب والله عجيب أنا أول مرة أدرك هذا المعنى الدقيق خانس بمعنى اختفى و هما يسمونها الغربيون الثقوب السوداء مختفية بالله عليك ما الفرق بين ثقوب أسود و بين خنس جوار الجواري هي الشموس التي تجري تجري والدليل و الشمس تجري لمستقرر لها من القرآن كل نس تنظف و تزيل الثقوب السوداء لها جاذبية عجيبة تجذب كل الأجرام والدخان و السدم و تنظف الكون سبحانه إذن و النجم إذا هوا حين ينتهي الغاز و الاندماج النووي هيدروجين و هليوم بعد مئات ملايين السنين يهوي و ينكمسك النجوم كالبشر يولد يكبر ثم يموت يشيخ فيموت هذه دورة الحياة في الإنسان و في النبات و في النجوم إذن الله تعالى في السورتين أتى بإعجاز علمي عجيب و دلل عليه بما قلت لك قبل قليل هنا لقد رأاه هنا لقد رأاه نزلتنا أخرى صاحبكم صاحبكم مازال الملك هنا قال علمه شديد القوة ذو مرة إنه إلا قوله رسول كريم ذي قوة عن داد العرش مكين مطاع ثم أنين كيف تأتي و تقول لي دانا من الله لا هو وصف لجبريل لذلك علم مقارنة هذه الصورة تتضح به عدة معاني بارك الله جزاكم الله خير الجزاء يقول و لقد رأاه نزلة أخرى نعم ما يقصد هنا نزلة هي مرة أخرى أصل الكلام و لقد رأاه مرة أخرى و لأن جبريل نزل من أعلى من جهة فنزلة مرة فعلة لتفيد المرة من ناحية الإعرابية منصوب بنزع الخافض و لقد رأاه في مرة أخرى في نزلة فمنصوب بنزع الخافض بعضهم يقول مصدر لإسم الفاعل مش مفعول فيه نعم نائب عن الظرف نائب عن الظرف أو كما قلت لك منصوب بنزع الخافض أو مصدر لإسم الفاعل المحذوب و لقد رأى جبريل نازلا نزلة أخرى نازلة أخرى مفعول مطلق مفعول مطلق لإسم الفاعل المحذوب لكن نزلة أخرى مفعول مطلق أو اسم مرة هكذا يسمى اسم مرة جميل قلت لك اسم مرة فعلا لكن يعمل عمل المصدر المقوي رأى جبريل نازلا نزلة أخرى بارك الله و أخرى تدل على ماذا على الأولى الأولى صحيح العرب يقولون أخرى عندما لا تكون هناك ثالثة سنصل بعد قريب لأشرح لك شيئا تفضل و لقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هنا يتوقف الذهن البشري سدرة يا أخي كيف سمى الله هذه الشجرة العظيمة سدرة المنتهى أولا العلماء يشتهدون أنا أقول لك هذا اجتهاد من العلماء ليس مني يقولون شبهها بشجرة السدر لأن طعمها لذيذ طعم سمرها يعني نعم طعمها لذيذ لأن ظلها مديد وارف وارف لأن رائحتها زكية ولكن هذا من قبيل الاستعارة كما يقول عبدالقهر الجرداني هو يقول له في كتاب التفسير يقول هذا من قبيل الاستعارة يعني ليست سدرة بمعنى السدرة ليست بمعنى السدرة التي معهود يعني إنما هي سدرة لها لها أوصاف خاصة لها أوصاف خاصة هذا من ناحية سدرة المنتهى المنتهى اسم موضع يعني اسم اسم كان جميل لماذا سماه المنتهى هنا حتى لا نذهب بعيدا الإمام أبو حيان الغرناطي بحر محيط صاحب البحر المحيط قال كلاما يعني هو في الحقيقة ما ذكره العلماء أنا سجلت جميع الآراء حتى نكون أكثر دقة ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما هو المنتهى يقول رحمه الله التأويلات يقول تسعة أقوال سماها المنتهى إن ينتهي إليها علم كل عالم تأويلات وفعلا يعني ولا يعلم ما وراءها حتى جبريل لا يعلم ما وراءها لا إله 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 وزها ملائكة العلو ملائكة العلو لا تتجاوز سدرة المنتهى أو تنتهي إليها أرواح الشهداء أو يقول ينتهي إليها أو هي في منتهى الجنة في منتهى الجنة يعني في منطقة هي نهاية الجنة والجنة عرضها السماوات والأرض أو ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها إلى أن يقول أو لانتهاء من رفع إليها بالكرامة وهل تمت كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث رفعه إلى سدرة المنتهى وورد في الأحاديث في سندها نوع من الكلام أن جبريل قال هنا أقف تقدم يا جبريل قال أنا إذا قد تقدمت احترقت وأنت إذا تقدمت اخترقت طيب يقول الله صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى يعني عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى هذا الكلام على حقيقته نعم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى والعلماء يقولون المأوى طبعا مفعل الجنة التي تأوي إليها يأوي إليها المتقون هذا رأي الحسن البصري كل المتقين يأوون إلى الجنة ما معنى يأوون؟ يعني مأواهم مأواهم وتأتي للجنة وتأتي للنار مأواهم المأوا هو مأوا صحيح يأوي إليه الإنسان وعندما قال النار مأواهم هذا تهكم هل واحد يأوي إلى النار؟ يعني يلجأ إليها؟ لذلك بعضهم فرق بين المأوى والمثوى لكن بالنهاية القرآن استعمالها لاثنين فقال جنة المأوى أي جنة التي يأوي إليها المتقون بعضهم يقول تأوي إليها أرواح السهداء في النهاية نحن نقف نقول جنة المأوى كما وصفها الله سبحانه وللأسماء الجنة كما تعرف ثمانية طوبى والفردوس والمأوى وعدن والنعيم وإلى غير وأبوابها ثمانية وأبوابها ثمانية إلى غير ذلك عندها وعند هذه الجنة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها هذا المقصود بارك الله طيب قال عندها جنة المأوى إذ بمعنى حين نعم إذ يغش السدرة ما يغش وهذا أسلوب التهويل والتفقيم والتعظيم الذي أصبح ملمحا أسلوبيا بصورة النجم هنا إذ يغشها ما يغشها لا تدركون أيها البصر أيها العقلاء بأذهانكم وعقولكم ما يغشها قال لما ما الذي يغشها بعضهم يقول الجم الغفير مليارات من الملائكة مثلا بعضهم يقولون فراس من ذهب فراس من ذهب موجود أحاديث دعني تذكر الحديث في البخاري ومسلم إلى غلال يقول ورقها حشيشها من زعفران الجنة بيوتها من زمرد وجدت الحديث حديث هذا رواه البخاري 3887 ومسلم يقول رواه قتال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى لما رفعت في السماء السابعة نبقها أو نبقها مثل قلال هجر نريد هذا الحديث قلال هجر معروفة وورقها مثل آذان الفيلة طبعا هذا تشبيه فقط يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبليل ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات اللفظ للدار قطني وهو عند البخاري بكذا هل يتحدث عن سدرة المنتهى نعم عن سدرة المنتهى وعن الجنة التي بجانبها نعم عن سدرة المنتهى بالضبط أوصاف وعندها حيث أوحى وقلت لك وأعيد نقف عند النصوص لا يوجد نصوص قوية صحيحة لا نتكلم هذه النصوص موجودة ووردت في أحاديث الصحاحة التي روت لنا المعراج أما أن نزيد في الوصف أكثر من هذا فلا نستطيع طيب نحن نسمع عن سدرة المنتهى كثيرا وهذه الآيات تتحدث عنها عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى في المقابل نسمع كذلك عن شجرة في النار في أصل الجحيم ما شاء الله عليك طلعها كأنه رؤوس الشياطين ما شاء الله عليك شجرة الزقوم شجرة الزقوم فشيء من المقارنة ما بين هذه الشجرة و تلك من المؤكد أن بين سدرة المنتهى في الجنة و شجرة الزقوم التي تفضلت بالحديث عنها في النار من المؤكد أن بينهما مقابلة عجيبة و إلا كيف يتكلم الله عن هذه السدرة التي عندها جنة المأوى بينما الثانية هي في أصل الجحيم و بإذن الله أنا لا أعد كمية في المساة سأحدث مقارنة إن شاء الله من القرآن مليء بأسرار عجيبة في التوزيع لعل في نهاية الصورة ممكن نعمل شيء من المقارنة من المقارنة فأنا الذي نقف عنده لغويا إذ يغشى السدرة ما يغشى أسلوب التهويل و التفخيم لأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب كل ما يحيط بهذه السدرة من أوصاف و الدليل فغشاها ما غشى أيضا عندما أهلك المؤتفكات قال غشاها ما غشى و هنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى و الدليل أوحى إلى عبده ما أوحى الصورة بنيت على ملمح من التهويل لابد أن نقتنع به و أن لا نذهب بعيدا طبعا هو حينما قال ما زاغ البصر و ما طغى هذا يؤكد أنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينما في تلك المرحلة و تلك الفترة و تلك الحالة الحالة العجيبة ما زاغ البصر و ما طغى ما زاغ بمعنى ما مال جيد لم يمل هل طغى و تجاوز الحد لا هذا قال أبو حيان الغرناطي رحمه الله و غيره قال هذا فيه تأدب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أنت قال لك أحد أدخلك و أحد ضيف في بيته في بيته و يصير هذا الضيف ينظر شمال و يمين هذا أدب إلى صدرة المنتهى عندها جنة المأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزغ و لم يمل بصره و ما تجاوز الحد المطلوب الذي حدده الله إليه وصف رسوله بالأدب و ما أخبركم به صدق و حق لأن بصره لم يزغ فكل ما أخبر به حق و واقع سبحان الله فهذا تزكية لبصر الرسول كما زك لسانه كما زك عقله ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه و آله وسلم أشكركم فضية الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم و قدمتم و بحول الله نكمل في الحلقة القادمة من برنامج في رحاب سورة كما نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل هذه تحية مني و من مخرج البرنامج الزميل ماجد شوما السلام عليكم هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر